السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم مجهز الأخبار من قناة أخبار عامة منوعة قبل ما نبدأ بهذا الخبر بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد عبرت الصافينة الحربية الأمريكية USS Brutter مضيق البوسفور وذلك الساعة 8 صباحا وذكرت صحيفة هفرلار وفق ما ترجمته نيوتر بوست أن الفرقة الصاروخية USS Brutter عبرت من البحر الأسود إلى مضيق البوسفور متجهة إلى بحر مريمار ورافقت زورة خفر السواحل مرور السفينة عبر مضيق البوسفور ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مراقبة شديدة من قبل الجنود أثناء مرور السفينة وقال حساب تويتر التابع للبحرية بحسب الصحيفة أن البحرية الأمريكية تعمل بشكل روتيني في بحر الأسود وفقا للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية مونتور يذكر أن الدول الحليفة والشريكة قامت بدورية بحرية تانية في البحر الأسود في 17 يونيو الماضي وأشارت الصحيفة إلى أنه تم ملاحظة عدد كبير من الجنود الأمريكان كانوا في الخدمة في مقدمة السفينة وخلفها وأستغرق مرور السفينة بحسب الصحيفة عبر مضيق البوسفور حوالي ساعة ونصف إلى بحر ميري مرا لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة